أكد وزير الزراعة استصلاح الأراضي سيد القصير أنه يوجد العديد من المجالات للتوسع في القطاع الزراعي وأوضح وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على استصلاح السحراء رغم تكلفتها المرتفعة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية مش دول كتيرة في العالم بتلجأ إلى استصلاح السحراء العالم كله لو حضرتكم تابعته الأخبار بتجدوا يفقد كثير ملايين الهيكترات سنويا بسبب التصحر بسبب الجفاف بسبب التغيرات المناخية على الأكس بقى الدولة المصرية بتستصلح السحراء وبتعيد إحياء السحراء رغم أن ده بيكلف الدولة المصرية كثير من المليارات ولكن في إطار إيمانها ودعمها والحكومة وتوجيهات القيادة السياسية أن نجعل ملف الأمن الغذائي